اهلا وسهلا بكم في برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة على قناة مصر للتعليم الفني ومادة محاصيل الحقل للصف الثاني الزراعي جميع المجالات وحلقة اليوم هي الحلقة السبعة هنستكمل فيها الباب الثاني الخاص بالمحاصيل السكرية وزي ما شفنا محصول الاساسي وهو محصول أصب السكر النهاردة هناخد محصول جديد وهو محصول بنجر السكر ودي هتكون الحلقة السبعة في الترم الأول لعام الدراسي 2021-2022 نتعالوا مع بعض ليه بندرس محصيل السكرية وليه عايزين ننتج أو نركز بالعلم على زيادة انتاج السكر لان السكر طبعا زي ما شفنا ان هو أحد يدوب 70% معنى كده ان الانتاج في مصر من أصب السكر وبنجر السكر مش بيكفي احتياجات السكان نظرا لزيادة العددية او السكانية الكبيرة وطبعا اتكلمنا في بعض الحلول وكان اهم الحلول دي كان اه اتنين مهمين جدا خاصين بمحصول بنجر السكر وهو عشان احل مشكلة نقص الانتاج من السكر في مصر لان احنا عندنا مشكلة واقترحنا بعض الحلول زي استنباط اصناف عالية تعالوا نشوف مع بعض ليه هندرس بنجر السكر وكان من ضمن اسباب حل هذه الازمة ان انا ازود انتاج السكر بزيادة المساحات المنزرعة ببنجر السكر خاصة في الاراضي الحديثة والرملية والجرية والمتوسطة تاني حاجة ان انا استورد من الخارج تقاوي بنجر تتحمل الملوحة وتناسب الظروف الجوية بالزبط ده كان حل من الحلول ان انا اخرج من مشكلة نقص انتاج السكر عشان كده هيكون محصول اليوم خاص ببنجر السكر وهو تاني اهم المحاصيل السكرية في انتاج السكر وكان الاول طبعا الاصب السكر ده تلتين الانتاج من السكر في العالم بيعتمد على اصب السكر تلتين الانتاج من العالم عشان كده هو اهم محصول فبنجر السكر تاني اهم المحاصيل هندرسه برضو بنفس الكيفية من حيث الاهمية الاقتصادية والمعاملات ما قبل وما بعد الزراعة حتى الحصاد تعالوا نشوف مع بعض بنجر السكر ليه محصول مهم وانتبع مع بعض اهميته الاقتصادية الاهمية الاقتصادية لبنجر السكر تتلخص فيها الاتي اول اهمية على اطلاق وهي استخراج السكرز من الجزور ودي قلنا ميزة بتختلف عن القصب القصب استخراج السكر من قصب السكر كان من السكان اما هنا البنجر استخراج السكرز ده اهم نقطة من الجزور تاني اهمية اقتصادية لبنجر السكر عروش النباتات اللي هي ما يسمى بيعتاج والاوراق بيتم استخدامها كعلف اخضر في تغذية الحيوانات ثلاث نقطة تخلي بنجر السكر محصول مهم اقتصاديا ان الملاس والكزب بيستخدم ايضا في تغذية الحيوانات ورابع نقطة واهمهم ان هو محصول شتوي بيتحمل الملوحة وبيزرع في الاراضي الجديدة بشكل عام الجزر في بنجر السكر في المتوسط بيحتوى على 75% مية و5% الياف وده اللي بيتم استخدامها في انتاج العلف وبيحتوى ايضا على 20% ما يسمى مواد صلبة زائبة عبارة عن 16% ساكروز و4% مواد غير سكرية يا طرق ايه الاسباب اللي خلت محصول بنجر السكر مكمل لأصب السكر مش منافس ليه ناخد بالنا من الموضوع ده البنجر مش بينافس لأصب السكر في انتاج السكر ولا حاجة ولكنه مكمل بالعكس احنا بنلجأ لزراعة البنجر عشان نقدر نزيد من كفائتنا الزاتية في انتاج السكر ونعدي مشكلة النقص اللي كان سببها زيادة سكانية عاية فاية الاسباب اللي خلت محصول بنجر السكر مكمل لأصب السكر يعني ايه مميزاته بصورة تانية اولا بنجر السكر بيتزرع في منطقة الدلت يعني بعيد خالص عن مناطق زراعة أصب السكر لان أصب السكر بيزرع فيه الوجه الإبلي حيث الحرارة العالية تاني ميزة او تاني سبب يخلي بنجر السكر مكمل لأصب ان بنجر السكر عندنا في مصر محصول شتوي في الدورة الزراعية يعني بعيد خالص كل البعد هنعرفنا ان أصب السكر محصول معمر تالت نقطة تم بالفعل انشاء مصانع لاستخراج السكر من البنجر ودي طبعا بتستوعب أعداد كبيرة من الأيد العاملة رابع سبب بيزرع في بعض المناطق ديوب hedgeون الدلدولي وم working on the testament اعسى منا حرف كسوب فاكه حرف كسوب ما حرف آمر و주는 ثنوب ونالطب mater مثل الوظف ترجمة نانسي قنقر 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 تحت الرقبة مباشرة وده الجزء اللي بيكون متعمق في التربة وهو ده المنطقة الاقتصادية لنبات بنجر السكر وبتمثل حوالي تمانين في المية من طول الجزر كمجموع كله ننتقل الى الاوراق اوراق بنجر السكر زي ما احنا شايفين ورقة بسيطة معنقة لها عنق بتكون عريضة خضراء اللون التاج طبعا بيشيل عدد كبير من الاوراق في نظام حلزوني متعاقب الاوراق بتوزن عند الحصاد حوالي 40% من وزن الجدر الاوراق بس عشان كده بيديني اطنان من العرش وقت الحصاد بقدر استخدامه كعلف للانتاج الحيواني فالاوراق بتتزن حوالي 40% من وزن الجدر وشكلها طبعا بيختلف باختلاف عمرها فالاوراق الصغيرة في العمر بيكون العنق بتاعها قصير والنصل مستدير لكن الاوراق الاكبر سنا بتصبح قلبية الشكل لها عنق طويب والنصل بتكون الحفة بتاعته مموجة وسطحه املس او مجعد الازهار طبعا النبات برضو البنجر مش حنشقف له ازهار تحت الظروف المصرية لكن بشكل عام لما النبات بيتهيأ للازهار محتاج حرارة منخفضة ونهار طويل وده عكس محصول الاصب زي ما تكلمنا بالزبط ليه الاصب مش بيزهر وانا عشان بيحتاج حرارة عالية ونهار قصير لكن بنجر السكر عشان يزهر محتاج حرارة منخفضة ونهار طويل طبعا الظروف دي مش متوفرة في مصر زي ما هنتابع ونشوف عامة الازهار الساق القزمية بتستطيل وبتديني ساق اسمها ساق زهرية بتشيل الازهار بتكون صغيرة جلسة كاملة خاضرة بتتجمع كل اتنين وثلاثة مع بعض طبعا زي ما قلت ان محصول بنجر السكر من المعروف انهم مش بيزهر تحت الظروف المصرية عشان النبات بيحتاج حرارة منخفضة ما ينفعش تزيد عن عشرة درجة مئوية يعني الحرارة اللي بيحتاجها النبات للتزهير من صفر إلى عشرة درجة مئوية لمدة شهر أو شهرين أثناء فترة الشت وده مش متوفر عندنا في مصر فبالتالي مش هنشوف أزهار للبنجر في مصر والزهيرة دي أو الاحتياج ده بيعرف بحاجة اسمها ارتفاع الجزور وبالتالي واضح من الكلام اللي قلناه ان زراعة بنجر السكر في مصر بتعتمد على استراد البزور من الخارج ودي حقيقة فعلية احنا عشان نزرع بنجر بنستورد البزور من الدول الاوروبية اسم ماركة وصف نباتي لبنجر السكر بتتكون من اتحاد زهرتين أو أكتر بتكون كرة غير منتظمة الشكل وكل ثمرة بتحتوي على من اتنين لخمس بزور زي ما نشوف في الأصناف في الخارج طبعا أمكن الحصول على ثمرة بتحتوي على بزرق واحد احنا عندنا الثمرة هود زي ما واضح في الصورة قلنا تحتوي على حوالي خمس بزور بيوصل فيها البزور إلى خمسة في الخارج ادروا يفصلوا أو يحصلوا على ثمار بتحتوي على بزرة واحدة ايه اهمية البزرة الواحدة او ما يسمى بالبزور الأحادية اهم اهمية لها على اطلاق انها بتوفر عملية زراعية هامة جدا بنعملها بعد الزراعة وهي عملية الخف وبالتالي بنلاقي المناطق اللي بتتزرع زراعات البنجر آليا في المساحات الكبيرة بتستخدم بزور أحادية لان ما عندهمش او ما ينفعش نستخدم اي دعملها في المساحات الكبيرة ففي الزراع المميكنة والمساحات الكبيرة لازم استخدم البزور الأحادية لان اهميتها بترجع الى ايه توفير عملية الخف نلقي نظرة بعد الوصف النباتي على الأصناف المنزرعة من بنجر السكر عندنا مجموعتين من أصناف بنجر السكر أصناف عديدة الأجنة وأصناف وحيدة الأجنة المجموعة الأولى وهي الأصناف عديدة الأجنة يعني ايه أصناف عديدة الأجنة يعني الثمرة الوحدة بيكون فيها عند الانبات يعني لما أزرع الثمرة ويحصل انبات وتكشف والنمو هيطلع لي كام نبات هيطلع لي من الاتنين لست نباتات في الجرة الوحدة عشان كده بحتاج حاجة اسمها عملية خف دي مفهوم الأصناف عديدة الأجنة يعني الثمرة الوحدة بتديني كذا جنين كذا نبات كذا نمو أهم هذه الأصناف كاويميرا راسبولي تريبل جيلوريا نخط بنا من المسميات ونميز ما بينها المجموعة الأولى من أصناف البنجر وهي الأصناف عديدة الأجنة أهمها كاويميرا راسبولي تريبل جيلوريا طب المجموعة الثانية وهي الأصناف وحيدة الأجنة اللي أشرنا عليها سابقا ويعني ايه صنف وحيد الأجنة يعني لما بأزرع الصمرة هي أوكي ما فأشغل بأزرع واحدة فهي ديني جنين واحد عشان كده وحيدة الأجنة بأزرع الصمرة اللي ما فأشغل بأزرع واحدة فعند الإنبات والتكشف ونمو بتديني نبات واحد أهم الأصناف وحيدة الأجنة وهي صوفي ومارسون وإيفا صوفي ومارسون وإيفا الأصناف وحيدة الأجنة طبعا زي ما قلنا بتصلح للزراعة الالية ودي يعني تم انتاجها من الاصناف عديدة الاجنة اصلا عن طريق برامج خاصة بانتاج الاصناف ونقدر نحول الصنف من عديد الاجنة الى وحيد لكن العكس لا طبعا ما ينفعش وطبعا لولا موضوع انتاج الاصناف وحيدة الاجنة كان الدول المتقدمة مش هتقدر تزرع بنجر السكر لعدة اسباب طبعا اما عدم توفر الايد العاملة موضوع الاصناف وحيدة الاجنة ده لو لا الدول المتقدمة او الدول الاوروبية اللي احنا اصلا بنستورد منها التقاوي والبزور ما كانش هينفع او تقدر تزرع اصناف متعددة لان ما عندهاش ايدة عاملة متوفرة فبالتالي مش هتتم عاملية الخف وعملية الخف لو ما تمتش بترك نبات واحد فجورة باز المحصول ومش هينفع ننتج بنجر منه ده ده ميزة الاصناف وحيدة الاجنة في الدول المتقدمة وفي المساحات ايضا الكبيرة ويهي المساحات المميكنة لعدم توفر الايد العاملة تعالي نشوف مع بعض اسباب زراعة التقاوي بقى عديدة الاجنة في مصر يعني الاصناف وحيدة الاجنة لها ميزة في الدول الاوروبية وبزرعوش اصناف عديدة الاجنة اهنا بقى عندنا في مصر العكس عندنا ميزات او اسباب تخليني ازرع الاصناف عديدة الاجنة هنا في مصر صلى saw下 نشوف مع بعض ايه اسباب الى تخليني استخدم الاصناف عديدة الاجنة هنا في مصر أول سبب أن هنا متوفر عندنا الأيدي العاملة اللازمة لإجراء عملية الخف يبقى أنا هنا عندي أيدي عاملة أعضر أعمل عملية الخف فبستخدم أصناف عديدة الأجنة تاني حاجة سعر التقاوي دي بيكون رخيص مقارنة طبعا بالأصناف وحيدة الأجنة اللي تم استخراجها أو إنتاجها من خلال برامج إنتاج الأصناف سعرها بيكون عالي جدا تالت ميزة بالأصناف عديدة الأجنة بقدر أفادي الإصابة بالحشرات في العروع المبكرة خاصة الحفار والدودة القارضة ودودة ورقة القط وبقدر أزرع مقارنة طبعا بالتقاوي حدة الأجنة بحيث أن التقاوي عديدة الأجنة فيها أكثر من خمس بدرات بالجرة الوحدة عزين نفهم الحتة دي إزاي بقى تفادى الإصابة سواء بالأمراض أو بالأفاد أنا لو زرق صنفه وحيد الأجنة في جورة وجات لأصابة حشرية أو مرض أو آفة راحت الجورة دي حصل غياب فالإنتاج هيقل لكن لما أزرع الأصناف عديدة الأجنة اللي فيها الجورة بيكون فيها عدد الأجنة وعدد النباتات من اتنين لستة لو في نبات اتصاب بالمرض أو بالآفة أنا كده كده أستبعد أضعف النباتات في عملية الخفو باستبعد أضعف النباتات ويقل متصابة فدي ميزة عندي لما أستخدم الأصناف عديدة الأجنة في زراعة البنجر هنا في مصر دي ميزة أن أنا بقدر أتخلص من النبات اللي تم إصابته واترك النبات اللي صحته كويسة دي بالنسبة للنقطة الثالثة رابعة نقطة زراعة بالتأوي حديث الأجنة بتحتاج طبعا إلى زراعة بزرع واحدة في الجورة وده عايز زراعات آلية وتشترط طبعا نظم جديدة للري زي الري بالرش والري بالطنقيد وده ممكن يكون مش متوفر في بعض المزارة عندنا في مصر خاصة في الأراضي الأديمة زي مناطق الدلت كلها ري غمر فأنا عشان أزرع بالأصناف وحدة الأجنة يعني هزرع بزرع واحدة في الجورة واحدة يبقى أنا عايز أستخدم طريقة ري حديثة زي طريقة الري بالرش أو بالطنقيد وقلنا ده مش متوفر عندنا طيب تعالوا نشوف مع بعض الصنف اللي أنا عايز أزرعه من بنجر السكر فيه مصفات معينة لازم أختارها في الصنف طبعا فيه صفات واجب توفرها في أصناف بنجر السكر أهمها ارتفاع نسبة الإنبات وانتظامها أنا همين أن الغيط كله يكون عمر واحد ومنتظم فيه النمو البدرات تكون قوية خاصة في الزراعات المتأخرة اللي بتتعرض لحرارة منخفضة مش يجي يدخل البرد على الزراعة بتاعتي تجيب من نبات متأثر بالبرد دي مشكلة فدي أول نقطة لازم أختار الصنف تكون نسبة الإنبات فيه مرتفعة ومنتظمة ونمو البدرات يكون قوي تاني صفة مطلوبة في الصنف اللي أنا أستخدمه وهي التبكير في تكشف وتكوين الجزور عايزه يكون جدر بدري بدري عشان يقدر يسحب ويمتص الماء والأملاح ويديني نبات قوي تالت حاجة الجدر يكون مخروطي الشكل دي ميزة ولازم نختار صنف تكون الوصف النباتي بتاعه الجدر زي ما بنقول مخروطي الشكل ده صفة من الصفات المطلوبة في الصنف رابع نقطة الصنف يكون ليه مقدرة عالية على التأقلم وإنتاج محصول مرتفع يعني أنا كده كده بستخرج التقاوي من الخارج فلما أجيب صنف أجيب صنف يتأقلم بصورة سريعة مع الظروف الجوية هنا في مصر وكمان المحصول بتاعه يكون إنتاجه عالي خامس نقطة لازم أراعيها في اختياري للصنف أن يكون مبكر النضج عالي المحصول محتوياته السكرية عالية سادس نقطة أنه هو يتحمل الملوحة لأن أنا عندي أراضي كتير في الأراضي المستصلحة حديثا ملوحتها أو نسبة الملوحة بتبقى عالية فطبعا لازم أختار أصناف تتحمل الملوحة عشان أقدر أطلع إنتاجية عالية في وحدة المساحة سابع صفة مطلوبة في الصنف للنهاوي أزراعه أن يكون مقاوم لظاهرة تسمى ظاهرة الإزهار المبكر في العام الأول من زراعته أنا مش عايزه يتجه ليه لظهار وتكوين البزور لا أنا عايزه يتجه لتكوين جزر قوي أقدر أستخرج منه سكر 8 صفة أن يكون مقاوم للأمراض والحشرات والنماتودة بشكل عام طب تعالوا مع بعض نشوف إيه هي الاحتياجات المناخية من درجات حرارة وظروف بقية لنبات بنجر السكر بنجر السكر زراعته محتاجة درجات حرارة ما بين 20 إلى 30 درجة حرارة مقاوية في مراحل النمو الأولى وتكوين الجزور يعني النبات بعد التكشف أنا همني ينمو في بيئة تكون درجة الحرارة فيها مش أعلى من 20 وبعد كده تنخفض إلى 10 درجة مقاوية في نهاية موسم النمو ليه؟ عشان يتجه النبات إلى تخزين السكر يبقى أنا عايز حرارة عالية في الأول في موسم النمو علشان يديني نمو كبير ويكون جزر حجمه كبير بعد كده محتاج حرارة منخفضة علشان أخزن السكر أو تتم عملية تحزين السكر في الجدر بشكل محترم الطربة المناسبة لزراعة بنجر السكر عشان نزرع بنجر السكر إحنا محتاجين أراضي صفراء رملية أو أراضي تنية جيدة الصرف والتهوية دي أهم حاجة جيدة الصرف والتهوية بشكل عن طبعا تنجح زراعته في الأراضي الخفيفة زي ما قلنا من مميزاته وأسبابه وبتنجح زراعته أيضا في الأراضي الرملية ولكن أعتني بالرأي والتسميد لأن زي ما احنا عارفين أن الأراضي الرملية أراضي فقيرة في المادة الغذائية طبيعة الأراضي الرملية أن هي أراضي فقيرة في المادة الغذائية بشكل عام بنجر السكر لا تنجح زراعته في الأراضي الشديدة الملوحة آه هو بيتحمل الملوحة لكن مش مقاوم للملوحة فلا تنجح زرعته في الأراضي الشديدة الملوحة والغضقة والقلوية والسيئة الصرف والتهوية ده بالنسبة للطربة الزراعية في بانجر السكر ننتقل مع بعض إلى الموقع في الدورة الزراعية يعني هو مكانه فين ضمن المحاصير اللي بيتم زرعتها في السنة الزراعية اتفعنا وتعليمنا في سنة أولى أنه فيما يسمى بالسنة الزراعية زي السنة الدراسية يعني السنة الدراسية بتبدأ معنا من شهر مثلا سبتمبر شهر 9 تنتهي في شهر 100 في سنة زراعية اه في سنة زراعية تبدأ معنا من أول نوفمبر 11 تنتهي في 30 أكتوبر للعام المقبل دي اسمها السنة الزراعية فالسنة الزراعية دي أنا زرع في أولها ايه وفي نصها ايه وفي آخرها ايه دي اسمها دورة زراعية لازم أنتبه المحصول اللي أنا زرعه هيجي قبلي ايه؟ ايه المحصول اللي أنا زرعه قبلي؟ المحصول اللي انا زرعه بعده ده مفهوم الدورة الزراعية تعالوا نشوف مع بعض مكان البنجر في الدورة الزراعية دي بنجر السكر طبعا محصول شتوي بيتزرع عقب المحاصيل الصيفية زي الأرز والذرق والقطن طيب بعد ما ازرع المحصول في الشتاء وينمو واحصده هيجي للصيف هزرع ايه بعد منه هزرع بعضه محاصيل صيفية زي الزرق والأرز وفول الصوعي ده ما كانوا في الدورة الزراعية بيسبقوا محاصيل صيفية ويعقوبوا ايضا محاصيل صيفية لانه محصول شتوين الدورة الزراعية طبعا في بنجر السكر او في زراعات بنجر السكر لها اهمية كبيرة جدا ولازم اختار او ان انا ازرع في الدورة الزراعية المناسبة لنوع التربة احنا عندنا انواع مختلفة من انواع الاراضي درسناها ايضا في الصف الاول الزراعي وزي ما اتفاقنا لمنهج الصف التاني مكمل لمنهج الصف الاول فعندنا انواع كتيرة من الاراضي انا يهمني ان كل نوع من انواع الاراضي اختار ليه دورة زراعية معينة ليه؟ عشان الاصابات الحشرية والمراضية ما تزيتش وبرضه احتم بزراعة البنجر بعد المحاصيل اللي لا تصاب بنيماتودة عشان اقدر احصل على محصول جيد وعالي مشكلة المحاصيل اللي بيتم اصابتها بالنيماتودة واصبح فيه التربة فيها بقايا الجدور دي والنيماتودة موجودة فلما ازرع انا الجزء الاقتصادي في البنجر هو ايه؟ الجزر بالزبط كده الجزر ده ده الجزء الاقتصادي فاللو انا زرعت بنجر السكر بعد محصول كان مصاب بالنيماتودة الجدر هيصاب بالنيماتودة والانتاج بتاع اللي هو اصلا اللي انا منتظره عشرين تلاتين طن جزور اصبح مصاب نماتودة مرض مش حل وطبعا ده دي نقطة غاية في الاهمية فلازم اختار حكس مع دورة زراعية في الاراضي التقيلة الدورة المناسبة الدورة الزراعية المناسبة لزراعة بنجر السكر وهي الدورة الثلاثية ودي انسب الدورات الدورة الثلاثية ودي انسب الدورات في اراضي الدلتا او الاراضي الدقيق التقيلة طب في الأراضي التونية الخفيفة أو الأراضي الطومية هستخدم دورة ربعية طب في الأراضي الرملية هستخدم دورة خمسية ننتقل مع بعض إلى معاد زراعة بنجر السكر طبعا بنجر السكر قلنا محصول شتوي فهتم زراع في منتصف سبتمبر إلى منتصف نوفمبر وده أفضل معاد لزراعة بنجر السكر كمحصول شتوي نصف شهر تسعة إلى نصف شهر حداشر ينفع أبكر عن كده طبعا أقدر أبكر في الزراعة خلال شهر أغسطس ولكن أنتبه لمقاومة دودة ورق القطن لو أنا زر بعد قطن طبعا فور ظهور الإصابة أول ما تزر معي الإصابة في الغيط من دودة ورق القطن أعمل مقاومة مباشرة ويمكن أقدر أتأخر عن المعادة أيضا في الزراعة الغيط شهر نوفمبر أقدر طبعا أتأخر ولكن التبكير هيكون أفضل لأن كلما أبكر في الزراعة هيؤدي ذلك إلى سرعة نمو البدرات والنباتات مع ردفع درجة الحرارة كموسم نمو في شهر تمانية وتسعة فهوفر كمية مية مناسبة فهيديني محصول عالي المحصول طبعا هيتحرض لدرجات حرارة مناسبة أثناء الحصاد يعني درجة حرارة منخفضة فنسبة السكر أيضا هتزيد بنسبة كبيرة ومش هيحصل تدهور للجزوه دي مميزات للزراعة المبكرة لكن التأخير مش حال طبعا ننتقل مع بعض لإعداد الأرض وطرق الزراعة عايزين بقى نجهز الأرض عشان نزرع بنجر السكر أفضل طريقة عندنا لزراعة بنجر السكر هي طريقة العفير في جور على خطوط طبعا العفير كان لنا برضو في الصف الأول إن هي طريقة بسمها طريقة جافة بزرع البزرق جافة في أرض جافة وبعد كده بيتم عملية الرأي فدي أفضل طريقة أن أنا أستخدمها في زراعة البنجر هي العفير في جور على خطوط ملخص خطوات تنفيذ هذه الطريقة أنا أحلط الأرض بشكل جيد مرتين متعامدتين وأغير عمق الحرط في كل مرة عشان أفكك التربة أكبر لأكبر عمق حوالي 30 سنتي بعد كده بعمل عملية التزحيف بتاعة الأرض عشان أكسر الألائيل الكبيرة وأعمل كابس لحبيبات التربة في الأراضي الطينية هخطط الأرض بمعدل 12-14 خط في الأسابطين التخطيط في الأراضي الطينية هيوصل معايا إلى 14 خط ده في حالة الزراعة العادية وبزرق على ريشة واحدة وبحط من 3 ل 4 بزور في الجورة الوحدة على مسافة 20 سنتي ما بين الجورة والتانية وعمق البزرق يكون حوالي 3 سنتي طيب في الأراضي الخفيفة بعمل مصاطب مش خطوط بعمل مصاطب ومعدل 8 خطوط في الأسابطين 8 مصاطب يعني في الأسابطين وبزرع هنا على الرشتين في الأراضي الرملية بزرع على الرشتين وبتكون الزراعة على ظهر المصطبة في صفين ما بين الصفين مسافة 50 سنتي وبيتم وضع البزور طبعا من 3 ل 4 بزور في الجورة بحيث تكون الجورة على مسافة 20 سنتي وأيضا عمق 3 سنتي ده في الأراضي الخفيفة بعد كده بيتم تقسيم الأرض سواء في الأراضي التانية أو الرملية إلى فرد عرض الفردة من 5 إلى 8 متر حسب درجة طوال الأرض وبعد كده عمل عملية مسح الخطوط زي ما تعلمنا أو مسح المصاطب بشكل جيد وبعد كده ألف الأني والبتون ويفضل طبعا أن أنا أجهز في حالة الزراعة الألية أجهز الأرض عن طريق الحرط والتسوية الجيدة خاصة التسوية بالليزر ناخد بالنا في حالة الزراعة الألية لازم أعمل التسوية هنا تسوية بالليزر وبتم الزراعة باستخدام آلات مخصصة لزراعة بنجر السكر بتقاوي متجنسة الأحجام طالما الزراعة هنا زراعة آلية وبتم أيضا زراعة الأونية يدويا عقب الانتهاء من الزراعة الألية وبستخدم بزور وحيدة الأجنة ودي نقطة مهمة ناخد برنامينها وننتبه لها لتجنب إجراءة الخفوة وتخفيض التكاليف زي ما شرحنا طب كمية التقاوي أنا الفدان عايز أزرعه أحتاج كمية التقاوي قد إيه؟ أولا لو أنا بزرع أصناف وحيدة الأجنة اللي هي هتديني النبات واحد في الجورة أو هستخدم الزراعات الألية زي ما اتفقنا هحتاج فقط من كيلو ونص إلى 2 كيلو جرام للفدان الواحد هحتاج كمية من كيلو ونص إلى 2 كيلو جرام للفدان الواحد في حالة الزراعة الألية أو استخدام الأصناف وحيدة الأجنة أما في حالة الأصناف المتعددة الأجنة عندنا هنا في مصر اللي بيحتوي منها على 2 ل 6 بزور بحتاج من 5 إلى 6 كيلو جرام بزرع للفدان من 5 إلى 6 كيلو جرام بزور للفدان الواحد في حالة الأصناف متعددة الأجنة العملات الزراعية اللي بيتم بعد موضوع الزراعة أولها موضوع الترقيع الترقيع طبعا بيتم بعد مرور 15 يوم من الزراعة يعني بعد ما بيحصل تكمل الإنبات بزرع الجور الغيبة ببزور من نفس الصنف المستعمة ومش بس كده تكون منقوعة في المية لمدة 12 ساعة والهدف من النقع في المية الإسراع من الإنبات مع طبعا الرأي عقب الترقيع مباشرة يبقى أنا هنا في موضوع الترقيع هنتظر 15 يوم بعد الإنبات بحيث أضمن أن الغيط بتاعي كله حصل فيه ظهور للبدرات أجعل أماكن الخالية هزرحها بزرة من نفس الصنف بعد كده البزرة دي لازم تكون منقوعة طبعا لمدة 12 ساعة عشان أسرع من عملية الإنبات وبعد كده هروي مباشرة بعد الترقيع تعالوا نشوف مع بعض إيه العوامل اللي بتؤثر على عملية الترقيع في بنجر السكر في بعض العوامل بتحددني أنا همشي أرقع الأرض بتاعتي إزاي أول نقطة وهو معاد الزراع بمعنى الزراع المبكرة طبعا خلال شهر أغسطس ومنتصف سبتمبر بيتكمل الإنبات فيها بعد حوالي شهر تاني حاجة بتتحكم معايا في موضوع الترقيع وهو الأصناف فطبعا الأصناف بتتفاوت تفاوت كبير في معاد اجتمال الإنبات وغالبا الإنبات بيتكمل في الأصناف العالية في محصول الجزور مبكرا عن الأصناف عالية السكر ننتبه إن في أصناف بتديني أطنام من الجزور عالية ولكن السكر منخفض وفي أصناف تانية بتديني محصول سكر كبير ولكن محصول الجزور منخفض فده بيحصل إن الأصناف دي تتفاوت في معاد اجتمال الإنبات طبعا الأصناف العالية في محصول الجزور دي غالبا اللي بيتكمل إنباتها في مبكرا عن الأصناف العالية في محصول السكر ثلاث نقط عندنا من العوامل اللي بتتحكم في موضوع الترقيع وهو عمق الزراعة بمعنى زرعة الإنبات عشان أحكم عليها تكون بشكل جيد عمق البزور ما ينفعش يزيد عن 2 سنتي خاصة في الأراضي التقيلة يعني لو العمق كان أكتر من كده هيحصل إن مش يحصل إنبات مش يحصل إنبات للبزرع عندي فعمق الزراعة ده من العوامل الرئاسية في سرعة الإنبات يشارك إن العمق بتاع البزرع ما يزيدش عن التقيلة خاصة في الأراضي التقيلة لكن في الأراضي الخفيفة ما ينفعش يزيد عن 3 سنتي عمق الزراعة ما ينفعش يزيد عن 3 سنتي لإن زيادة العمق البزور ده بيؤدي إلى تأخير الإنبات ويخليني أستخدم عملية الترقيع رابع نقطة بتتحكم معي في الترقيع وهي نوعية التربة طبعا إنبات البزور في الأراضي الرملية والخفيفة بيكون أسرع طبعا منها في الأراضي التقيلة رأية الزراعة لما بزود ميت الري خصوصا عند غمر الأرض بالماء الفترة طويلة دون صرفها بيؤدي إلى تأخير الإنبات رأية الزراعة دي من العوامل الهامة في موضوع الترقيع فبيحصل لما الماء بتزيد ميت الري وبيحصل غمر الأرض بالماء الفترة طويلة من غير صرف ده بيؤدي إلى تأخير النباتات نتيجة لموت أو خنق البدرات أو البزور سادس نقطة من العوامل المهمة وهي الإصابة بالحشرات فكتير من الأحيان الإنبات بيتأثر بدركة كبيرة بالإصابة الحشرية خاصة بالدور والدودة 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 براء الأطن اللي بتقضي على البدرات تماما في مهدها خاصة في العروات المبكرة بشكل عام عشان أحصل على محصول متميزة ومتجانس لازم أحافظ على اكتمال الكسافة النباتية ووصل بعدد النباتات إلى 30 ألف نبات في الفدان عشان أحصل على الانتاجية المرجوة من الفدان لازم أحافظ على الكسافة النباتية الكسافة النباتية هي عدد النباتات في وحدة المساحة فأنا عايز فدان البنجر يوصل يكون معي إلى 30 ألف نبات في الفدان ولازم أحافظ طبعا عليها من الإصابة الحشرية مش هيب عندي 30 ألف نبات فقط وأكون مهمل في الحفاظ عليه وأسيبه بإصابة حشرية لا طبعا لازم أتجنب الموضوع ده ومش أعايز أستخدم عملية الترقية لأنها بتؤثر بالسلب على نموة جودة المحصور نتيجة تفاوت العمار عملية الخف من العمليات المهمة جدا أيضا في محصول بنجر السكر نتابع مع بعض عملية الخف بتتم بعد مرور شهر أو أربع أسابيع من الزراعة الخف بيكون على مرة واحدة مع ترك نبات واحد في الجور ودي نقطة أيضا بتبغي في الأهمية موضع السلاف الامتحان ولازم أنا كفني أرعيها في الغيت بتاعي وأنا شغال نبات البنجر بيتم الخف فيه على نبات واحد في الجورة دي نقطة مهمة جدا نبات واحد في الجورة فقط وبيتم مرة واحدة ولكن في حالة الإصابة بقى بالحشرات لو أنا عندي انتشر في الغيت إصابة بيئة الحشرات فهعمل الخف على مرتين هعمل الخف على مرتين بحيث المرة الأولى هترك نباتين في الجورة عشان أنا الآن من أن أنا أترك نبات واحد ويجي له إصابة حشرية يبقى أنا كده خسرت الجورة دي فمش أوصل بالكسافة النباتية للعدل المرجو أو العدد الأمثل من النباتات اللي قلنا عليه 30 ألف نبات في الفدان الواحد فعشان أحقق الموضوع ده لو أنا عندي إصابات حشرية هعمل الخف على مرتين مش مرة واحدة المرة الأولى بسيب نباتين بعدها بيعمل الخف مرة تانية بس هترك الجورة على نبات واحد فقط في الجورة الواحدة عملية العزيق العزيق مهمة جدا زي ما قلنا في الأساسيات لتخلص من الحشائش وبيأثر في إنتاجية بنجر السكر كما ونوعا تعالوا نشوف إزاي فطبعا العملية دي لو تمت بكفاءة عالية المحصول بيزيد بنسبة لا تقلع عن 25% يعني ربع الإنتاج عملية العزيق بتزود أو بتديني إنتاجية للبنجر كما ونوعا هائلة جدا بشكل عام محصول بنجر السكر بيحتاج إلى 3 عزقات العزقة الأولى بتسمى خربشة باجئ خربش الغير بتاعي وبتم بعد تكامل الإنبات يعني بعد مرور شهر أو أربع أسابية بحيث أن أنا أعمل سد للشقوق وحول البدرات عشان أحميها وأيضا الهدف الأساسي وهو إزالة الحشائش العزقة التانية بتتم قبل إجراء عملية الخف وبيتم فيها برضو إزالة الحشائش بصفة رأسية مع عمل خلخلة للتربة حول الجذور عشان موضوع التهوية مهم جدا للجذور 3 عزقة بتتم قبل تشابك النباتات يعني بعد مرور 90 يوم من الزراعة ده بيتم عن طريق خرط جزء من الريشة البطالة إلى الريشة العمال يعني إيه ريشة بطالة؟ الريشة البطالة اللي هي النحية اللي أنا مش زارة عليها أما الريشة العمالة دي النحية اللي أنا زارة عليها فأنا باخد بخرط جزء من الريشة البطالة بالفاس وأخذ الأتربة دي أوجهها إلى الريشة العمالة بحيث أضمن أن في العزقة التالتة يكون النبات متواجد في منتصف الخط وده بيؤدي طبعا لتوفير مهد جيد للجزور أنا عايز الجدر ينمو ويكون حواليه طربة جيدة ممتازة ومتوفر عمليات تهوية بحيث ينمو ويديني حاجة فالموضوع ده بيوفر مهد جيد للجزور وبيزعد أيضا في زيادة معدل النمو وبالتالي زيادة تكوين السكر بشكل عام عمليات العزيق اليدوي في زراعات بنجر السكر بنستخدمها خاصة في المساحات الصغيرة اللي هو يعني عندي فدان أو عندي عشر فدان ممكن أستخدم أيضا عاملة في موضوع العزيق لكن المساحات الكبيرة باستخدم فيها العزيق الآلي الحشائش ومقومتها في بنجر السكر بنجر السكر طبعا أهم الحشائش اللي بنشوفها في الغيت بتنمو فيه هي الحشائش الشتوية زي السلق والجعضيد والقبر والضحريج وفجل الجمل والسريس والنفل حاجات كتير قوي محاصيل شتوية حوليها بتنمو في حقول بنجر لكن الحشائش طبعا مصدر رئيسي للحشرات والأمراض أهم الحشائش في حقول بنجر السكر واللي بيصعب مقومتها هي حشائشة السلق تعالوا نعرف ليه حشائشة السلق من أهم الحشائش في حقول بنجر السكر ومش بعرف أقومها لأنها تشبه بادرات بنجر السكر يعني فيه الشكل المرفولوجي وشكل الأوراق بيبقى فيه تشابه كبير بينهم ما بين السلق كحشيشة ومنجر السكر وحصول بدرجة كبيرة بيصعب التعرف عليها من قبل الفني أو المزارع أو الفلاح وبيتم مقومة الحشائش بجراء عملات العزيق طبعا بشكل كامل بجراءة الآلية والمساحات الكبيرة بيصعب فيه أجراء عملات العزيق اليدوي أو في حالة الزراعة في مناطق غير مطافر فالأيدة عاملة أو في المساحات الموبوعة بالحشائش فينصح طبعا باستخدام المبيدات يبقى أنا هستخدم مبيدات الحشائش الموسى بيها في حالة لو أنا عندي مساحات موبوعة بالحشائش كتير جدا الحشيش منتشر أو مساحات مش متوفر بيها أيدي عاملة أو مساحات بيتم فيها الزراعات آلية باستخدم مبيدات الحشائش الموسى بيها ننتقل إلى الحشرات اللي بتنتشر في بنجر السكر أهمها الحفار وده يقاوم طبعا بالطعم السام وحشرات تانية زي الدودة القاردة ودودة ورق القطن والخنفساء الخضراء وسوسة البنجر والزبابة البيضة وجميعها أو معظمها يقاوم بالطعم السام والمبيدات المناسبة الأمراض أعمال بياضة دقيقة وتبقع الأوراق وتبقع البني وده بتقاوم بزراعة أصناف مقاومة يعني أنا لما أجي أختار صنف أنتبه وأختار صنف يكون مقاوم لهذه الأمراض وما أسمتش بطريقة كبيرة لأن طبعا كسرة السماد بتزيد من انتشار الأمراض خاصة الأمراض الفطرية ننتقل إلى التسميد التسميد في محصول بنجر السكر نركز فيه لأن أنا كفن المفروض أكون واعي ومدرك الكميات اللي أنا أقدر أستخدمها مع المحصول أي أن كان نوعه فمحصول بنجر السكر بشكل عام محصول لا يتطلب كميات كبيرة من الأسميد طبعا السماد الأزوتي ده العامل المحدد في انتاجية محصول بنجر السكر كما ونوعا يعني السماد الأزوتي أو عنصر النيتروجين ده الأساس في انتاجية المحصول الخاصة ببنجر السكر فمحصول بنجر السكر بيحتاج إلى بعض المقررات السمادية هنقول عليها حالا أولا السماد الأزوتي بنجر السكر الفدان هيحتاج من ستين لتمانين كيلو جرام أزوتي طبعا على حسب خصوبة التربة يعني لو الأرض خزبة هحتاج ستين أرض خصوبة متوسطة هحتاج تمانين عشان كده فيه معدل أو فيه رنج من ستين لتمانين ففي حالة الزراعة في الأراضي الخزبة أو الزراعة بعد محاصيل الخضر يجب أن الكمية ما تزدش عن ستين كيلو جرام للفدان زي ما قلنا تاني نوعية من العناصر الغذائية لمحصول بنجر السكر أو الأسميدة المقررة السماد الفوسفاتي الفدان بيحتاج من 100 ل 200 كيلو جرام سوبر فوسفات 15% للفدان تضاف مع تجهيز الأرض يعني الكمية دي بضيف منها 15% في مرحلة تجهيز الأرض للزراعة في الأراضي التقيلة طبعا والقلوية والملحية بيفضل أن أنا أزود كميات السماد الفوسفاتي عشان أفكك التربة وتكون ملأمة لمحصول بنجر السكر نركز ثاني في موضوع السماد الفوسفاتي أنا بحتاج من 100 ل 200 كيلو جرام سوبر فوسفات 15% من الكمية دي بضيفها مع تجهيز الأرض للزراعة وفي الأرض التقيلة والقلوية والملحية التلات أنواعهم يفضل أن أنا أزود كمية السماد الفوسفاتي ليه؟ علل؟ لماذا؟ لأن طبعا السماد الفوسفاتي بيساعد في تفكيك والتربة وبيخليها ملأمة لمحصول بنجر السكر طيب السماد البوتاسي الفدان بيحتاج 50 كيلو جرام فصورة سلفات بوتاسيوم وتضف الأراضي الجديدة واللي بيها نقص لعنصر البوتاسيوم وبنضفها مع الدفعة الأولى من السماد الأزود عنصر البورون وده يمكن أول مرة نسمع عنه مثلا في بعض المحاصيل اللي درسناها سابقا عنصر البورون ده مهم جدا لمحصول بنجر السكر لأن التسميت بالعنصر ده بيزود تركيز السكر وبضيفه طبعا رش بمعدل نص كيلو إلى واحد كيلو حمض البوريك للفدان قبل الحصاد بحوالي شهر ونص أو ثلاث شهور يعني قبل الحصاد بثلاث شهور أو شهر ونص أبتدي أرش حمض البوريك عشان أحصل منه على عنصر البورون لأنه مهم جدا العنصر ده في زيادة تركيز السكر وبيتم استخدامه رشا السماد الأزوتي بضيفها لدفعتين متساويتين الدفعة الأولى بضيفها بعد الخف مباشرة والدفعة الثانية بضيفها في الرية التي تليها مباشرة وعشان أحصل على محصول وفير كاما ونوعا يجب عدم إضافة السماد الأزوتي بعد مرور تسعين يوم من عمر إنه بدي نقطة غاية في الأهمين بنجر السكر عد عليه ثلاث شهور ما ينفعش أضيف سماد أزوتي هقول تاني بنجر السكر مر عليه ثلاث شهور من الزراعة ما ينفعش أضيف أزوتي في الأهمية علشان أحصل على محصول وفير لأنه احنا قلنا السماد النيتروجيني ليه علاقة مع زيادة النمو الخضر فأنا مش عايز النبات يتجه في تكوين عرش كبير على حساب الجدر فعشان كده بعد تسعين يوم ما ينفعش أضيف السماد الأزوتي ننتبه للنقطة دي مع بعض في الأراضي الرملية والمستصلحة حديثا بزود جرة السماد الأزوتي الميت كيلو جرام للفدان مش بضفها على دفعتين بقى بضفها على أربع خمس دفعات زي ما اتفقنا للأراضي الرملية أراضي فقيرة في المادة الغذائية هضيف طبعا أسميدة ورقية ناصر كبيرة وناصر صغرى بعد الانتهام من التسميد الأزوتي وده بيكون بمعدل مرة كل خمستاشر يوم يعني أنا بعد تسعين يوم بوقف السماد الأزوتي بعد مرور تسعين يوم بوقف السماد الأزوتي واستخدم أسميدة ورقية كل أسبوعين بيتم رش النباتات بالأسميدة الورقية اللي بتحتوي طبعا على عناصر أساسية وغذائية للنبات وفي نهاية قبل الحصاد بستخدم عنصر البوريك لأن ده بيزود المحصول كما ونوعا يفضل طبعا عدم إضافة السماد العضوي مع زراعة بنجر السكر ليه؟ أعلل بما تفسر برضو لازم أنا أكون فاهم ما ينفعش أضيف سماد عضوي وأنا زارع بنجر السكر لأن السماد العضوي بطبيعته بطيء التحلل مش بس كده ده بيكون مصدر للأزوت وأنا عايز أمنع الأزوت خالص بعد مرور تسعين يوم من نمو النبات طول حياة النبات ده بيؤدي لإيه؟ لو أنا استخدمت السماد عضوي هيزود معاي أو يكون مصدر للأزوت وطالما في مصدر للأزوت بعد مرور تسعين يوم هيؤدي لتأخر نطج المحصول وأنخفاض نسبة السكر ناخد بالنا من الأسئلة دي بتيجي في شكل أعلل أو بما تفسر لكن السماد العضوي يفضل طبعا إضافته للمحصول السابق أو اللاحق لبنجر السكر عايز أضيف سماد عضوي الأرضي هشوف زي ما قلنا في الدورة الزراعية بيجي قبل بنجر السكر محاصيل صيفية هستخدم معاها سماد عضوي أو بعد ما أستخدم أو أحصد بنجر السكر أبتدأ أستخدم سماد عضوي برحتي مع المحصول اللاحق لبنجر السكر لكن يمكن إضافة الأسميدة العضوية بالأراضي الرملية والمستصلحة حديثا طبعا عشان تحسن خواص التربة ننتقل مع بعض إلى ري بنجر السكر الري في بنجر السكر بيحتاج المحصول إلى حوالي 4000 متر مكعب من المياه طول فترة حياته طبعا ده حسب الظروف الجوية من ارتفاع درجة حرارة أو من خفض درجة حرارة وأيضا حسب نوع التربة الأراضي الثانية بتحتفظ بالمياه الأراضي الرملية مش بتحتفظ بالمياه فالمعدل ده 2500 متر إلى 4000 متر على حسب الظروف الجوية ونوع التربة بتوزع طبعا الكمية دي على 7-8 ريات بتزيد في الأراضي الرملية إلى 20 ريات زي ما اتفقنا لأن الأراضي الرملية لا تحتفظ بها الماء فلازم الري يكون بصورة متقربة بين فترات الري فبنروي عدد الريات أكتر حوالي 20 ري بس وأنا بأروي بنجر السكر في بعض النقاط لازم أراعيها النقاط الواجب مراعطها عند ري بنجر السكر أولا بيتم الري بعد وضع البزور في التربة مباشرة بعد كده بيتم الري ري خفيفة بعد مرور 5 أو 10 أيام للمساعدة في ظهور البدرات يبقى أنا أول ما أزرع أو مرور مباشرة بعد مرور 5 أيام من رية الزراعة أو 10 أيام أبتدي أروي رية خفيفة عشان أساعد في ظهور البدرات أنا عايز أعرف معكم في حلقة اليوم على موضوع الري ونستكمله في حلقة قادمة بإذن الله لأن موضوع بنجر السكر مهم جدا فأعزائي الطلبة وطالبات نلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله أنتظرونا وإلى اللقاء شكرا